بعد قول البرلمان المصري كلمته النهائية في التعديلات الدستورية الكلمة أصبحت لدى الشعب المصري الذي بدأ بعملية الاقتراع في يومها الأول بإقبال متوسط على صناديق الاقتراع تعديلات قد تغير فترة تولي الرئاسة وصلاحياتها نزلت النهاردة عشان أنتخب مصير ولادي وبلدي وأمان بلادي لما نوصل كل سنة بتزيد بحوالي 3 مليون سايح ده بيؤدي أن مصر تخلف الطريق السليم فأنا عشان كده نعم لتعديلات الدستورية نعم لإستمرار الرئيس الفترة اللي فاتت دي بالطأم بالمجموعة الموجودة معاه وفي أوسط النخب يثار الجدل بشأن التعديلات الدستورية فالبعض يرى أنها تعد على الدستور فيما يرى آخرون أنها تصب في المصلحة العامة للبلاد لاستكمال عملية البناء والتنمية رئيس السيسي بدأ مجموعة كبيرة جدا من المشروعات القومية تصل إلى حوالي 253 مشروع قومي لم تنتهي بعد تحتاج إلى زمن إضافي حتى يتم الانتهاء من كل ذلك يضاف إلى ذلك أيضا أن فكرة التحول الاقتصادي المصري الذي كان يعتمد فيه السابق على سليب الهدف منها الحصول على شعبية دون إصلاح حقيقي هذا انتهى الآن نحن أمام مرحلة إصلاح اقتصادي حقيقي وكل هذا يحتاج إلى مزيد من الوقت الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي يستمر ثلاثة أيام دعي إليه نحو 61 مليون ناخب ونصف المليون للإدلاء بأصواتهم بشأنه وبموازات عملية الاقتراع تتلون شوارع مصر بلافتات تحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء في التعديلات التي تحظى بقبول بعض ورفض آخرين فيما يغيب الكثيرون من الناخبين عن الاستحقاق بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي منعتهم من رفاهية الاهتمام بمعرفة مضمون تلك التعديلات المشاركة في عملية الاستفتاء في التعديلات الدستورية واجب وطني هكذا رفعت السلطات المصرية شعارها لحث الناخبين على النزول إلى صندوق الاقتراع اقتراع سينهي جدل التعديلات الدستورية وسيحسم مصيرها نهائية خالد أبو عرب القاهرة الميادين